انت كمان جسدت حرك والدة ام كلثوم في مسلسل ام كلثوم وعملت ام عبدالوهاب في الاوبرا كانوا عاملين اوبريت كبير قوي عن عبدالوهاب وجابهوني عملت الام طيب يمكن ام كلثوم كمان من حسن الصدف اللي يكتبه الرائع العظيم الراحل استاذنا محفوظ عبدالرحمن ده كان اول عامة تشتغلوه مع بعض ولا اشتغلته قبل كده مع بعض لا اشتغلنا مع بعض في حاجات في العرب مش في مصر زكرياتك ايه عن المسلسل ده تحديدا ومكلثوم وقتها كنت انا مشغولة جدا عادة انا اللي برقم لمحفوظ الشغل بتاعه هو ما بيحبش يكتب الارقام يعني يكتب الورقة كده ويدهولي انا رقم مشهد كذا صفحة كذا في المكلثوم بالذات كنت انا بسجل في الوعد الحق في الصحرة بصور بنزل بدري برجع بالليل قوي وكده فاللي قامت بالدور ده مدام انعام هي بقت تروح البيت يديها الورقة ترقمه وترتب الحلقة وتخدها وتمشي فبعد يمكن 8-9 حلقات في ضيت انا بقى فجاية لقيت انعام بتقولي على فكرة انتي هتلعبي دور فاطمة قلتلها مين فاطمة قالتلي ام مكلثوم بسيسلي محفوظة طيلة دور حلوة قاللي اقري ما انتي ما قريتيش اعدت طول الليل صحية اقرأ الحلقات اللي خلصت اللي انا ما شفتهاش بقى كات مع انعام وبتترجع له هي النص اعدت قريت كل الحلقات اللي كانت خلصت لغاية الحلقة 15 في الليلة واحدة اللي هي طول الليل ده اللي انا عرفت ان انا هعمل ام مكلثوم وبعدين لقيتهم هيسافروا تمايز زهيرة قلتلهم لا جاية معاكم قالوا لي ايه قلتلوا اتكلم مع الناس وشوف بيقول لهجة شكلها ايه وشوف بيت المكلثوم وشوف بلد المكلثوم وروحت شفت كل حاجة وقعدت جنب ست بتاعة تجيب نفسوها عشان اسمع اللهجة وابتليت اقولها وكلفتني مدام ان عام ان انا اخلي بلي من بقية الممثلين اللي هيتكلموا اللهجة بتاعة ام مكلثوم فعيشت انا بحب مكلثوم قوي وكان عندي ابي يعشقها ومعلق صورة لها كبيرة ملو الحيطة كده عندنا ببيتنا واجباري علينا واحنا اطفال نقعد نسمع مكلثوم اجباري اظن بعد المسلسل اسرة ام مكلثوم كرمت حضرتك اه وداتني اشربين من بتوع مكلثوم اجب هم لك تشوفهم اظن قد بتغني بيهم انت عمري اظن واحد اه اللي غنت بي انت عمري وواحد اللي كانت بتلبسه تتمشى بيه على عن نيل كانت تنزل تتمشى فكرمونا بعد ما كانوا الاول هاجمونا يعني وهو محفوظ بيكتب ستاشر انزار قضائي انه ما يكتبش عن مكلثوم قال لهم يا جماعة انا بحبها وانا لا يمكن اكتب عن مكلثوم الا ما يفيد المجتمع المكلثوم دي قمة في مصر وفعلا لما شافوا الحلقات من اول من تاني حلقة لقيت بتكلمني السيدة نادية الكاشف اللي هي بنت اختها فبتقول لي انا النهاردة شفت ست فاطمة انا بحييك انت ست فاطمة فبقيت فرحانة جدا ان قريبتها بتقول لي انت ست فاطمة يقول لي تحدط ما فيش يا نتي حاجة بسيطة ايه يا سني انا مش قلتليك ما تقوليش لمكالسوم حاسبين العادة نفسي مكروش واسدني طابق علي وعرع بجور كان لازم اتصل بالدكتور طميني اني كويسة بس انا فيه في دماغي حاجة قادي قادي تقول بحشة نجيب بها اخوكي منتو معاي يتخضي امي امتو ما تقولولوش اناني عياني يلا يا بنت جومي كلمي ما تعطليش نفسك ونزلي لضيوفك عارفة يا امي احنا بنحضر لإيه فيلم كبير قوي اسمه فاطمة على اسم كست الكل ربنا بنتي يجعل وش الخير عليك ويكتب لك في كل خطوة سلام